لما ترجع إلى قضية المخابرات الخارجية في عام واحد تداول عليها خمسة جنرالات وإذا خذينا عام ونص تقريبا أو عامين ستة كان العقيدة رملي في 2020 خلفه بوزيت بوزيت رملي دخلوه للسجن بوزيت رأى في السجن جاء بعده مقري مقري أطاحه به نتيجة للصحة وليوضاعه سيئة جدا ما سجنوه جاء بعده كحال في المخابرات الخارجية بعدين كحال راح للمخابرات الداخلية جاء راشدي في المخابرات الخارجية أطاحه براشدي في المخابرات الخارجية وجابه جبار مهنة وراشدي إذا ما ماتش هذ الأيام يسجنوه بوزيت في السجن رملي في السجن المقري لأنه مارس جدا يعني اليوم راه رب البلات راه يعذب استغفر الله يعز يذل يفقر يقتل يتآمر ويعتقد نفسه خلاص راه غدواره في السجن يمر على التعذيب ويصراله نفس الشيء اللي كان هو يديره يعني هذا ألعاب تعمل مراهقين ما تصراش هك المراهقين هذه عصابات مراهقين تعمل الشوارع أحياناً توصل إلى حلول وتوصل إلى اتفاقات في مبيناتها إلى أين نحن ماضين؟ إلى أين نحن ماضين بالنظام العسكري هذا؟ اللي لم يكفيه الهيمنة والسيطرة والنهب وإضعاف البلاد وإفشال البلاد وراح داخل هو كجنرالات يتشاكسون ويتصادمون ويتصارعون ويسجن بعضهم البعض وبعضهم حتى يقتل أو يقتل إلى أين نحن ذاهبون؟ إلى أين؟ يا جنرالات البلاد أليس فيكم رجل رشيد؟ أليس فيكم من يقول كفى عبثا؟ يا جنرالات البلاد إنكم تسجنون بعضكم وتعذبون بعضكم وتقهرون بعضكم ومن هو اليوم في السلطة قد يصبح غداً ذليلاً في السجن ومن هو في السجن قد يصبح ربها في السلطة؟ أين نحن ذاهبون؟ أين؟ يا جنرالات البلاد ألا يكفي ستين سنة من العبث منها تلاثين سنة من الإجرام العظيم؟ أين نحن ذاهبون؟ وراكم تعبثوا بالبلاد وبالشعب وبالجيش بل بأنفسكم وأسركم يعني بعض زواسيني الآن لو كان يعود يرجع به الزمن لما كنا نقولوله ومعاه قايد صالح وطبعاً سيده قايد صالح واللي كان أنا ذاك وقال لي واحد مرة أنتوا مارك وقلتوا لقايد صالح نعم أنا لا أخفي ذلك أنا هذا الجنرالات هني نقول لهم قال لك ركن كنتوا تعاملتوا معه بالصوفت تعاملتوا معه باللين أنا دائماً أتعامل باللين في البداية أنا في أفريل 2019 قلت للناس من فضلكم ما تهجموش لقايد صالح الآن خلونا نعطوله سمانتين ثلاثة بلك يسمع للشعب إذا ما اسمعش للشعب خلاص وصل الكذاب إلى باب الدار واستعملت هذا المثل عشرات المرات لكن قلت له نحن ما نش من الناس اللي يشيروا الحوت في البحر كما يفعل بعض المحتوهين اللي راحوا يقدسوا بالقايد صالح قلت له راحين نريد أفعال وكنت نخاطب القايد صالح من هنا وليتبعني يعرف ذلك جيداً ويقدر يرجع إلى الخلف وسيجد ذلك نريد أفعال مش أقوال وقلنا نتطبق المادة السابعة والثامنة لما رفض شخصياً عاوضت مع 20-22 أفريل يعني بعد مره ثلاثة أسابيع من الإطاحة بوتفليقة وقلت باللي أنا شخصياً وأعتقد أن هذا رأي غالب داخل الحركة لن نقبل بعادة بناء الواجهة المدنية التي هشمها الحركة لن نقبل بأن تجيبونا واحدة أخر بدل بوتفليقة لأن نقبل ذلك آه هم فرضوا ذلك لكن ما رحوش بعيد لما جاش نقريحة مع تبون في بعد اغتيال القايد صالح اللي إحنا الآن متأكدين منه أيضاً قلت شخصياً وخرجت هنا وقلت خلونا ندروا معهم هدنا أسبوعين أو ثلاثة نشوفوا كيف يتصرفون لماذا أنا أقول هذا الكلام الهدف إحنا ما هوش إنهم جنيرالات لازم نقتلوهم ولازم ما نشعارف نحاكموهم لا إذا قبلوا بأن يرجعوا الأمانة للشعب لأهلها خلاص نحن لسنا ضدهم لأنهم جنيرالات نحن ضدهم لأنهم استولوا على السلطة وعلى الحكم وأفشلوا البلاد بغير حق أما من يعود إلى ثكنا تعود الخدمة تعود خوتنا جزيريين وإخوان ابناء الوطن نحن ضد الجنيرالات الظالمين ليس ضد كل جنيرالات وأنا دايما نعودها هذه ولو كان شنغريحا ومن معه يقبل الآن قبل أن ينتصر عليه الشعب قبل أن ينتفض عليه الشعب قبل أن يطيح به الشعب وهذه رهي جاية لكن لو كان يقبل الآن ما زلتنا نقول أعطوهم حصانة حتى لا يتم تدمير البلاد هل من الأفضل شوفوا يا إخوان هذا موضوع الحصانة موضوع سيء الأسوأ منه أنا تعودت ولي الجزير كما تسعينات أو كما رأي سوريا أو كما رأي ليبيا وهؤلاء لو كان يعرفوا رواحهم باللي الشعب يتمكن منهم يدير فيهم حالة مش رحين يطلبوه ورحين يطبقوا الأسد أو نحرق البلد هم رحين يقولوا شنغريحا وتبون أو نحرق البلد إذن ما زلت عند رأي لو كان نعرفوهم يسلموا الأمر للشعب مرات يقول لك كيف يسلموا الأمر للشعب ينساحبوا من الحياة السياسية ويخلوا الشعب يقرر مصير ويختار من يحكمه على كل مستويات هذه يسلموا طبعا هذه تحتاج مراحل تمر بمراحل مرة تقول لهم مرحل انتقالي المرحلة انتقالية لأنك تنتقل نظام عسكري إلى نظام مدني تمر بمراحل يشاركوا فيها حتى هم بحيث تمر بمرحلة لا تنهار البلاد ولا تنهار الدولة هدفنا ليس إسقاط الدولة هدفنا إسقاط المافيا العسكرية ومخابراتها الإرهابية هدفنا ليس إسقاط المخابرات لأنها مخابرات ولكن لأنها تحولت إلى شر مطلق ومجرمة إلى أقصى الحدود في حق الشعب وفي حق البلاد هدفنا ليس ضد القيادة العسكرية إنما ضد المافيا العسكرية هدفنا أن لا تنهار الدولة يسقط النظام نظام المافيا العسكرية لكن لا تسقط الدولة يجب أن نفرق طبعا هم يكذبوا على الذباب والذباب يكذب على الناس يقول لك أحب أن يطيحوا الدولة لا دولة أسيرة نريد أن نحررها هدفنا إذن لو كان يكون عندهم أقل أن يعودوا إلى الشعب ويستمعوا إلى الشعب وما بين أن تنهار البلاد إذا تمسكوا بالمطلق في الحكم وأخرجوا الدبابات وما بين أن يقبلوا بأن تعطى لهم حصانة أنا أفضل الحصانة على أن تنهار البلاد أفضل أن لا نقوم بتطبيق العدالة كما يجب من أن تنهار البلاد لأننا نختار ما بين الأسوأ والسيء فأختار السيء على الأسوأ الأسوأ هو انهيار البلاد هي التحول إلى تسعينات أو إلى سوريا أخرى أو إلى ليبيا أخرى هذا هو الخطر ولذلك نقول من ما زال عنده عقل فيهم استمعوا إلى الشعب الثورة الشعبية قادمة وأخشى أن تكون ثورة جياع الانتفاضة قادمة ليس هناك مفر وقد لا تكون في الجزائر فقط وربما تمس المنطقة ككل وبالتالي إذا لا عندكم عقل استمعوا قبل فوات الأول ترجمة نانسي قنقر